أحبائي الكتاب المقدس بشدد على هذه النقطة أن نصحه أن نستيقظ أن ننتظر مجيء يسوع المسيح فإذا عندما يقول هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم يعني نصحة ونترك كل حياة أي خطية اللي بتحاول تسيطر علينا ونعيش بقداسة لأن الله لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة فإحنا منتظرين مجيء المسيح وفي نفس الوقت وبينما نحن ننتظر يقول الكتاب يعني لاحظوا بعضكم بعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوا مننا عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب بالعكس الأوبئة مش لازم نتخلى عن اجتماعاتنا ويكون عندنا الأعذار طيب ما خلاص سمحوا للرجوع فلماذا العديد من الناس عم بيهمل اجتماعات بيهمل عبادة الرب بيهمل وبيهمل فعدم حضور الاجتماعات هو علامة انك انت انسان فاتر وعم تبعد عن الله فبقول كما لقوا مننا عادة لا خلي العادي تبعتك تكون اكتر انك ايش انك فعلا تحضر الاجتماعات وخليها تكون فرصة للكرازة يعني بقول اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب لان الله الديان العادل جاي عن قريب وسيكافئ كل واحد ثم هي فرصة للشهادة يعني لما سألوا متى سترد الملك الى اسرائيل اجاب وقال ليس لكم ان تعرفوا الازمن والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض نكون شهود ولاحظ في سفر رؤية بيتكلم عن المؤمنين وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت اشتركوا في القناة